مباركاً فيه ومباركاً عليه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلا ووحدنيته أحمده تبارك وتعالى حمداً خالداً مع خلوده لمنتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين في الآونة الأخيرة أيها الإخوة خاصةً مع إجراءات واحترازات والوقاية من وباء كورونا حدث في المسجد كثرة منوشات وكلام كثير حول فعالية هذه الإجراءات ومن قائل بأن هذه مسألة كورونا مسألة سياسية وأخر يقول مسألة اقتصادية وأخر يقول وباء والثالث يقول ليس هناك وباء وهكذا وهذه الأمور وغيرها أدت إلى اختلافات بين أخوانكم الذين يعني يتولون مسؤولية المسجد باختياركم أو بتفويضكم لهم في انتخابات كانت يعني قانونية وتحكم كل الجمعيات أو المناشط الألمانية لذلك يعني كان من السؤال هل طاعة الإخوة في مثل هذه الإجراءات واجبة أقول إنها ليست طاعة لهم بقدر ما هي طاعة لقوانين البلد والتزام بقوانين البلد الذي نعيش فيه وإن كانت طاعتهم واجبة في المعروف وإن كان عقول البشر يختلفون في مداركهم ويختلفون في قراراتهم في الأمور المباحة يعني الأمر المباح مثلاً لو أردت أن تسلك طريقاً إلى مدينة الماء فلا محال أن لها عدة طرق فإذا اختار إنسان طريق واخترت أنت آخر هذا مباح وهذا مباح أن الذي يقطع الخلاف في هذه المسائل هو رأي المسؤول رأي المسؤول المكلف المنطب المسألة هو الذي يقطع الخلاف ويجعل الأمر كالواجب تماماً أو هو واجب أنك تترك المباحة الذي في رأسك إلى المباحة الذي في رأسه لأنه هو المسؤول ومنطبه المسئولية أمام الله هذه نقطة وبناء على هذا تجد الخلاف الذي يحدث في المسجد ويكون بين أخوها أخ أكبر وأخ أصغر أخ مسؤول وأخ من رواد المسجد والغريب أنك بعد ذلك تجد الخبر يتناقل بزيادة وبكلام آخر ويكون فيه نوع من الصد عن دين الله وعن الصد عن المسجد يعني أنا حقيقة لا أخفيكم سراً إذا قلت لكم أنا ما علمت وما أدركت قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا حتى اغتربت وأتيت إلى أوروبا كنت أقرأ هذه الآية أقول يعني منذ الصغر إلى أن أتيت صدقون هذا حدث معي أقول لي المفروض يعني أنا اللي فاهمه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا هو المؤمن اللي يفتن عندينه فيتركه أما الكافر كده كده هو مفتون كيف نكون إحنا فتنة للكفار ما هم كده على أي حال هم تركين الإسلام وتركين الإيمان حتى أتيت إلى أوروبا فوجدت فعلا المسلمين قالت صد عن سبيل كثير من المسلمين يعني أنا أنزه كثير من حضراتكم لكن هذا وضع موجود والحديث عنه مهم وتوجيه حديثه وأعادت بناءه مرة أخرى لعل الله عز وجل يجعل فيه خيرا واجب شرعي على الدعاء أن يتكلموا فيه فكثير فعلا أو ظاهر فعلا في المسلمين أنهم بأفعالهم وأقوالهم يصدون الكفار عن دين الله بشكل أو بآخر اليوم أيها الإخوة لكن أقصد ليس اليوم الجمعة يعني هذه الأزمان وفي تلك الوقائع نجد أن المسلمين يصدون الجيل اللاحق لهم عن دين الله من أبنائهم كيف؟ لما تسمع عن المسجد نقاشات وخلفات ويبدأ لك الكلام واحد كان رايح يصلي وواحد من الإدارة قاله والشيخ قاله يعني هو اللي جاي الجامع جاي مقهى ما هو طبيعة الحال جاي يصلي يقول لك أصله ده كان رايح يصلي ما كانش ينفع معاه كده أيوة يا سيد ما احنا مش فتحين جنب جامع مقهى ولا جاي ولا فتحين دور السينما انت بتخلص الفيديو بتاعك وتيجي تصلي لا ده هو اللي جاي من الجامع بداياتا من أول ما يدخل لحد ما يخرج هو في صلاة فيا إما يلتزم بالقوانين اللي هي واجبة أحدهم قال أنا خطبت خطبتين وأنا حطت الكمامة على فمي وأزيدكم من الشعر بيت كنت أصلي وأشك هل قرأت الفاتحة صح ولا لا من قلة الأكسجين الدخل على الدماغ والنسيان اللي بيحصل له هكذا فأحدهم قال ليه الشيخ في حين أننا اعتذرت ليه الشيخ بينزل الكمامة من أو حمية الأنف والفم أثناء الخطبة في حين أننا لما بلغني سماح الدولة بهذا قلت لكم أنا سمح لي بهذا فأنا والمسافة بينه وبينكم حوالي مترين على الأقل فمسموح لي أن ننزل الكمامة حتى أنهي خطابي وأصبحت المسألة مسألة ندية في كل شيء فمن أجل هذا الأمر أردت أن أتكلم مع حضراتكم عن التناجي التناجي اللي هو بالمعنى المنباري مش المعجمي المعنى المنباري التناجي اللي هي الأحاديث الجنبية الأحاديث الجنبية أيها الإخوة الأصل فيها المنع في الإسلام وأنها يسول بها الشيطان ربنا قال إنما النجوى من الشيطان الخطاب الجأي حديث جانبي شيطاني إلا تلت أحاديث فقط سمح بهم الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر واحد بصدقة اثنين أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه سلسة حديث المسموح بها في التناجي والكلام الجنب فقط الصدقة تميل إلى صديقك تتحدث معه في سر لا يسمعه غيرك هذا هو النجو أنك أنت تكون بمنأة عن سماع الآخرين في حديثك تأمره بصدقة في هذا الحديث تأمره بمعروف والمعروف هنا كل أنواع المبرات والخيرات أو إصلاح بين الناس تسار أخيك بحديث تأمره فيها أن تصلح بين اثنين متخصمين حتى يعود ويكون على الجادة وعلى المحبة التي يحبها الله منا ويرضاها سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الرواية رواية الكذب شر النقلة الرواية جمع روية رواية الكذب وإنه لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا هزل وإنه لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه فتقولش لابنك هجب لك هعطيك وتعد بعيدات ثم لا تنفذ العده ولا تعطي العطية ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الصادق يقال له صدق وإن الكاذب يقال له كذب وفجر فتحزير من نقل الكلام وفي البخاري إن الله كره لكم القيل إن الله كره لكم قيل وقال قيل بصغط تنكير يعني حتى لا تذكر من اسمع لما تجي تقول والله أنا سمعت الناس بيقولوا الخبر بيدور في المدينة لكن مين الروي في هذا الأمر هو أنت أنت ما سنتش لم تسنت قولك إلى قائله أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم سمحت واحد يقول لك قال رسول الله من غير ما يقول لك الكلام ده في كتاب البخاري في سنة الداريمة في كذا في كذا في كذا أنا بطلت من منذ قليل إن أنا أسند الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي اعتمدت إن أنا لا أروي إلا الصحيح في المنبر فإذا قلت قال الناس فهذه شر كلمة يقول لك حدث كذا قال كذا حصل والتشويش هذا غالبا بيصل إلى أسمع ابناءنا فأنا في نفسي قلت طيب لما يضار على المسجد مثل هذا الكلام وبطريقة ملفقة وفيها زيادة وتلوين وغير حقيقة ما بالأولادنا يسمعون هذا الكلام فإذا أرادوا أن يتوبوا أين يذهبوا يذهبوا إلى الدسكوتيك يعني يروحوا يتوبوا في الدسكوتيك واللعمة وفي المراقص يعني أفهموني إذن التناجي بهذه الوسائل أيها الإخوة مضرته عائدة على أنفسنا وعلى وجودنا تعرف بعد عمر طويل كذا ربنا يرزقكم طلط العمر الواحد منكم وأنا أقولها ببجاحه الواحد منكم هيب بنايم في سرير المستشفى بيحتضر ويمر عليه شاب مسلم من اللي تولدوا هنا بس صد عن سبيل الله بهذا القيل وهذا القال فلا يتعامل معه ولا حتى ينطقه كلمة الشهادة ولا ما يملهش يلقنوا التوحيد كلمة التوحيد لا يلقنوا كلمة التوحيد لماذا؟ لأنه لم يتعلمها مش مهم عنده وكلمة التوحيد دي بالنسبة له كلمة ناس سرصارين كلمة ناس مهتمين بالقيل والقال وغير التهم الملسقة أيا كان نوعها وأيا كان حجمها من الكبار في حين أنه ليس لأحد يا أحباب انتبهوا الأمر الموكول للمحكمة ما تحكيش فيه انته الأمر الموكول للمحاسب والشتير براتر والجهات الحسابية والرقابية لا يجوز لك شرعنا تحكي فيه إلا بما يطمئن به قلبك مع المسؤول عندك مشكلة في الماليات بتاع الجامح تعالى للمسؤولين ما عندهش أي مانع اسأله لكن تروح تسرسر بكلام أنت ليس معك سند فيه هذا من الكبائر وستقول لي من الكبائر ليه؟ لأنه ادعاء على الناس بما وترويج للشائعات وصد عن سبيل الله بما لا تدري ستكون عقبته عليك يوما ما وخيمة إما في نفسك هتكون بتحتضر بالفعل ويمر عليك شاب مسلم اسمه محمد واسمه إبراهيم واسمه زيد واسمه عمر اسمه عربية ولن يلقنك كلمة التوحيد لماذا؟ لأنه لا يعرفها ولا يهتم بها ليه؟ لأن ما كانت تعلمها المسجد وهو أنت صدته عن المسجد بكثرة سرسرتك وكثرة القيل والقال انتهى الكلام هذه خطورة خطورة التناجي بغير ما يرضي الله لا خير في كثير من نجواهم تناجى يا سيد بس بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة اللي يتكلم ويتناجى بين الناس بالصدقة والمعروف والإصلاح الله عز وجل وعده بالأجر العظيم طيب والذي لا يتكلم بذلك في حاجة عند الأسلين اسمها مفهوم المخالفة اللي هو يتعود يتناقل الكلام الفارغ مفهوم المخالفة أنه الله عز وجل سيأتيه الوزر العظيم أيضا مفهوم المخالفة هكذا يقولون فجعل الله عز وجل ضوابط التناجي في الآية الكريمة في ثلاثة معاني فقط في الصدقة في فعل الخيرات في الإصلاح بين الناس لا يؤجر العبد على المباح إلا في نطق ضيق جدا فأحيانا المباح يكون من أنواع الكلام الذي يقسي القلب يقسي القلب نحن عايزين نحافظ أيها الإخوة على لحمة وسدى الوشيجة الإيمانية فيما بيننا التي وضعها الله تبارك وتعالى اقعد يقول أننا مصري وانت مريخي جاء من المريخ مش هذكر أي بلد لا احنا الاثنين مسلمين وربنا قال عن العلاقة فيما بيننا إنما المؤمنون إنما المؤمنون ما سمهمش بأي اسم جغرافي حطها سايكس وبكو وهم جاعدين مع بعض وفرضت على ذهنك أو على ذهن البليد حشاكم جميعا لا إنما قال إنما المؤمنون عقيدة إنما المؤمنون روح تسري في دمائهم حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى بها روح الإيمان إنما المؤمنون إخوة فلا بيننا شرقي ولا مغربي مشرقي ولا مغربي ولا بيننا أبيض ولا أسود إنما بيننا نتفاضل فيما بيننا بالتقوى والتقوى أول مظاهرها اللسان أول مظاهر التقوى اللسان نرجو أن ننأب أنفسنا وأولادنا وعن الأجيال القادمة عن بغض الجامع بغض الجامع مصيبة كبيرة يا أخوة أنا الآن لا يعني أدافع عن مصلحة شخصية لي إنما يعني أدافع وأنافع عن عقيدة ودين أبنائكم إذا أرادوا أن يتوبوا بعد ما يغضوا نهاجهم ويتشبعوا من الضلالات ضلالات الدنيا اللي هي الآن موجودة في مكة المكرمة زي ما موجودة في اليود صدقوني الفساد متاح في جب كل واحد عبر هاتفه كما هو في اليود كما هو في مكة المكرمة فأنا أنافع عن دين أبنائكم إذا أرادوا بعد التشبع من المعاصي أن يعودوا إلى الله يجدوا لهم مرفأا يلجأون إليه وهو بيت الله إذا أنت سممت أفكارهم أو هو سمل أنت بتسمعوا سمم أفكار أولادك عن المسجد إنساني وأنت المسؤول أمام الله سواء أنت متكلم أو مستمع سواء أنت متكلم أو مستمع أنا كنت أريد أن يكون خطابي طول العمر سبع دقائق في الجمعة لكن الأمور الموجعة تحتاج كلام طويل وأحيانا برضو الحديث إليكم مرهق يعني يحط نفسكم مكان أنا عندي من المشاكل وعندي من الاهتمامات ما تكفي عشرين وخمسين واحد زي تماما فأما عندناه وأنت كذلك عندك ما يكفي الألف فأنقوا بأنفسكم عن القيل والقال وكثوة وتردد الكلام وأقبح ما يكون وأكثر نوع من تضيع الحق أن تترك الرأس وتمسك في الزير تترك الرأس وتمسك في الزير يقول لك واحد من إدارة الجامعة عمل كذا وكذا وكذا لواحد كان جاي يصلي طيب وجاءوا أباهم عشاء يبكون مسك في بكاءهم وترك فعلتهم الشنيعة وهي التخلص من أخيهم في قعر بئر هل يجوز هذا؟ تحكي في جماعة جايين يبكوا خديعة ويمسحوا في دموع كذبة دموع كدموع التمسيح وتترك جريمة قتل لصبي بريء لم يبلغ الحلم هو ده الحقيقة اللي احنا بنعم مش اللي احنا خلينا نقول اللي جاري اللي بيحصل في المسجد أو الأحاديث التي تدور في نطاق المسجد سواء الإدارة أو العبد الفقير أو غيره وهذا أمر يستوجب أن نتقل الله وأن نقول لمن يفعل ذلك اتقل الله ربما يا أخوة يكون ليا رد فعل سيء قدام فعل أسوأ فما تنساش الفعل الأسوأ وتجي لرد فعل تناقشوا من باب الحسن والأحسن والواجب والأولى لا يا سيدي أنا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر بأي شكل كان سيبك من الموضوع بس حسب غليان دماغي ورد فعلي تجاه خطأ لم أقبل أن يروج على المسجد ففعلت هذا فبطلوا وش وبطلوا كلام فارغ يضر بدينكم ويضر بقلوبكم ويقسي القلب ويكون أثره سيء على أي أخلوق مسلم سواء من أبنائكم أو من غير أبنائكم ينزل المدينة اللي عايز استفسر عن أي شيء في رحابة صدر للسؤال والاستفسار والشرح والتفصيل لكن ما فيش استعداد للتفضيح ما فيش استعداد لترويج شاعات كاذبة لتضييع سمعة المسجد وتضييع أوقات المسلمين في غير طائل الله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وسيدنا أنس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود سيكون في أمات اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل قوم يحسنون القيل تسمح كلام مزخرف ومزركش وتحس أنه طالع من الحريري تعرف الحريري صاحب المقامات وبديع الزمان تحس أن الكلام ده طالع من بديع الزمان ومن الحريري ومن كل من كتب شعر قبل كده طب والفعل لا فعل في شيء لذلك المسجد من العار أنه يكون قائم على أربعة أو خمسة أو واحد أو اثنين ده عار كبير المسجد المفروض يكون قائم على كل جهد واحد فيكم وأمر النفقة اللي هو أنتوا فكرين أنه هي أمر كبير ده هذا أمر الله عز وجل يرتبه لبيوته يعني الذين يظنون أننا بدفع يبانا روح جمح في دلاء روح جمح في يد الله عز وجل ودين الله لو أنه قائم على شخص مثلي أو مثلك كان انهدم من زمان مع أقل طيار عدائي له وما أكثر هذه العواصف الجارفة التي وقف أمامها الدين دون انكسار في أي زمن من الأزمان سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمركون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة هم شر الخلق والخليقة أكرر أن التناجي يكون في الخير وأن الإنسان ينتفع بكلمة صغيرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اشغلوا أوقاتكم وألسنتكم وأعمروا قلوبكم بذكر الله سبحانه وتعالى وأن المسجد سواء الإخوة في الإدارة أو الإخوة رواد المسجد أو الإخوة أو العبد الفقير إلى الله إمام المسجد ولا أرى لنفسي فضل عليكم بل أنظر إلى حضرتكم جميعا على أنكم أهل فضل وأحسن مني ولكن ربما ساعد الحظ ما لم يساعد غيره فغيركم فوقفتوا أمامكم مستعدون للنقاش للحوار في أي مسألة لكن الالتزام بالقوانين الالتزام بحسن السمعة الالتزام بأننا نأخذ بيد بيت الله للأمام في الخير هو أمر مطلوب وهو يعني دعوة منك ليس بالضرورة أن تكون الدعوة في منبر الجمعة ولا في كرسي المحاضرة إنما الدعوة بالخلق الحسن والفضيلة تزديها والمعروف تفعله في أي مكان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم كم liebe Brüder das Thema der heutigen Freitagspredigt behandelt das heimliche Sprechen in Gegenwart anderer liebe Geschwister viele Menschen und auch viele Muslime haben eine sehr schlechte Angewohnheit ohne sich der Auswirkungen die ihr Verhalten mit sich bringt vielleicht bewusst zu sein es geht um das heimliche sprechen miteinander, während weitere Menschen sich dabei befinden und das mitbekommen, dass heimlich etwas besprochen wird. In Surah en Nisar Vers 114 heißt es, nichts Gutes ist in vielen ihrer heimlichen Gespräche, außer derer, die Almosen, Rechtes oder Aussöhnung unter den Menschen befehlen. Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Weiter heißt es dazu in Surah al-Mujadila Vers 8 bis 10, siehst du nicht jene, denen verboten wurde, heimliche Gespräche zu führen, die aber hierauf zurückkehren zu dem, was ihnen verboten wurde und miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und ungehorsam gegen den Gesandten verstraulich sprechen. Und wenn sie zu dir kommen, grüßen sie dich, wie nicht einmal Allah dich grüßt und sagen unter sich, würde Allah uns doch nur strafen für das, was wir sagen. Ihre Genüge ist die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden. Ein schlimmer Ausgang. O, die ihr glaubt, wenn ihr heimlich miteinander sprecht, dann sprecht nicht heimlich miteinander über Sünde, feindseliges Vorgehen und ungehorsam gegen den Gesandten, sondern sprecht miteinander über Frömmigkeit und Gottesfurcht und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. Vertrauliche Gespräche sind nur vom Satan, damit diejenigen traurig seien, die gläubig sind. Aber er kann ihnen keinen Schaden zu fühlen, außer mit Allahs Erlaubnis. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Liebe Brüder, achtet also auf euer Verhalten und auf eure Rede. Bedenkt immer, welche Auswirkungen oder Reaktionen darauf folgen könnten. Fragt euch stets, wie ihr euch selbst fühlen würdet, wenn ihr an der Stelle der anderen wäret. Ich sage dies und bitte Allah um Vergebung.